استطاع الدوري الإنجليزي الممتاز أن يشعل مركاتو الشتاء الأوروبي في الساعات الأخيرة قبل إغلاقه بعد أن حطم الأرقام القياسية بالتعاقدات مع لاعبنا جدد في الدوري الإنجليزي تم صرف 430 مليون جنيه استرليني على 38 صفقة 150 مليون جنيه استرليني فقط صرفت في الساعات الأخيرة قبل إغلاق المركاتو الشتوي وكان لمانشستر سيتي النصيب الأكبر من قيمة هذا الصرف حيث قام بصرف 272 مليون جنيه استرليني ومع كامل الدوريات الأوروبية وصل المبلغ الإجمالي للتعاقدات قرابة المليار يورو كان من أبرزها صفقة الهداف أليكس سانشيز التي نجحت إدارة منشستر في خطفه بعرضها راتباً أسبوعياً هو الأضخم في الدور الإنجليزي الممتاز أما إدارة أرسنال فقد تعاقدت مع بيغ أومغيغ أوباميينغ الغابوني المحترف من بورسيا دورتمونت الألماني ومن ساوث هامتون إلى ليفربول أصبح فان دايك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم ب87 مليون يورو للقضايا على مشاكل الدفاع في تشكيلة يورغان كلاب وفي صفقات الأجنحة استطاعت تنهام من ضم اللاعب لوكاس مورا القادم من باريس سان جرمان مقابل 30 مليون يورو وبالنسبة لنادي تشيلسي الفائز بلقب الدوري العام الماضي فقد حظي بخدمات المهاجم القادم من أرسنال أوليفي جيرو لسنة ونصف العديد من الصفقات في هذا الميركات على غير العادة ولكن لعشاق اللاليغا استطاع برشلونة بعد محاولات عديدة من الصيف الماضي بالتوقيع مع صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو بدر العازم لشبكة الإخبارية لندن